بالقوات الخشنة تارة وبالاحتجاجات المدنية تارة أخرى ذلك هو مشهد المواجهة المتصاعدة التي يخوضها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ضد القوات السعودية وخطاتها الرامية إلى إحلال قوة محل القوات التابعة للمجلس الانتقالي التي تسيطر على المدينة حاليا فبعد يوم واحد من هجوم بعبوة ناسفة استهدف رتلا للمدرعات السعودية في حي إنما الواقع إلى الغرب من مدينة عدن دفع المجلس الانتقالي بعناصر تابعة له يصفها بالمدنية للاحتجاج أمام المدخل الرئيس لمطار عدن الدولي على استمرار وصول رحلات جوية عسكرية إلى المدينة ضدا على إجراءة الحجر الهادفة لمنع انتشار كورونا بملابس نصفها عسكرية ونصفها مدنية تجمع هذا العدد المحدود من المحتجين الذين يصفهم إعلام المجلس الانتقالي بالمدنيين للتعبير عن رفضهم لاستمرار الرحلات من قبل سلاح الجو السعودي عبر مطار عدن الدولي والتي ترتبط بإعادة العشرات من المجندين اليمنيين من أبنى عدن بعد فترة من التدريب الذي تلقوه في معسكرات لجنوب المملكة الوقفة جاءت عقب وصول طائرتين عسكريتين سعوديتين تحملان مئة وسبعين جنديا في وقت علقت فيه الحكومة كل الرحلات الجوية في إجراء احترازيا ضد فيروس كورونا الذي لم يصل بعد إلى البلاد في وقت لا تسيطر فيه الحكومة أصلا على أهم المطارات الواقعة في جنوب البلاد الشعارات المرفوعة أمام مطار عدن الدولي كشفت عن مغزى الاحتجاج اليتيم هذا إحدى هذه اللافتات تدعو لعدم إنزال قوات عسكرية عقدة الصراع الحالية كما يراها المراقبون إذن لا تتعلق بحرص هؤلاء على منع انتشار وباء كورونا بل بمخاوف حقيقية من قبل المجلس الانتقالي من تغيرات عسكرية تنهي نفوذه على مدينة عدن والذي تكرس بعد انقلاب العاشر من أغسطس آب من العام المنصرم في إطار المهمة الأخيرة للقوات الإماراتية لتكريس واقع جيوسياسي جديد عنوانه الأبرز تقسيم اليمن منذ منتصف مارس الماضي تغى على مطار عدن الدولي والعاصمة السياسية المؤقتة توتر النقل المواجهة في هذه المدينة من صراع الأدوات إلى صراع الشركاء الإقليميين في حرب قادة اليمن عبر سنوات خمس عجاف إلى أخطر المآلات السياسية والعسكرية والأمنية والأسوأ منها الاقتصادية والاجتماعية